سيدة محمد الأزمة صار لها عشرين سنة احنا قلنا انه اكو الحديث الآن انه اكو قرار سياسي اكو ضغط سياسي على الحكومة بما انه هي قدمت خدمات واكو رضا عليها من قبل الشارع زين انا شلون راح اقدر افصل افصل انه اكو ضغط سياسي على الحكومة حتى على وزارة الكهرباء شوفي اولا نرجع ارجع اقول تتحمل وزارة الكهرباء المسؤولية زين نقطر السطر بحدها ما اريد ادخل بتفاصيل مواني ليش اريد ادخل لان انت حضرتك عندك تصريحة قريبا قبل اشهر تقول انه فساد وزارة الكهرباء مدعوم من كتل سياسية وحتى الوزير ما يقدر يقول شي وهذا اللي ثبت الآن اللي انت جنابت شسد تقولينه اكو كتل سياسي قد تريد تفشل الحكومة وارد يعني وارد انه اكو جهات سياسية اكو ناس متضرر من نجاح الحكومة اكو ناس ما تريد هاي الحكومة تستمر بالنجاح اكو ناس تهيج الشارع لمصالح معينة كل شيء مباح بالعراق بصراحة يعني النجاحات اللي اتحققت اليوم انا ما اريد حتى واني قلتش اليوم لان موجود المتحدث فما اقدر ادافع عن الوزارة بالمعلومات اللي اعرفها اريد اهاجم الوزارة اشتركوا في القناة